فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء وكل الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائل الأحاديث والآثار إذ الغرض القاعدة الكلية فهذا هو الغرض من إراد هذه الأحاديث وهو لم يستوفيها رحمه الله ولم يستوفي كلام أهل العلم في هذا الموضوع وإنما اكتفى بالإشارة قدر محل الشاهد وهو منع التشبه بهم في هذا الأمر وإلا فالمقام احتاج إلى بسط وقد بسطه رحمه الله في كتبه الأخرى مثل الجواب الباهر لزوار المقابر والرد على ابن البكري والرد على الأخنائي فهي بسطة الكلام فيها هناك لكن هذا المقصود هنا الإشارة إلى منع التشبه بهم في الصلاة عند القبور أو بناء المساجد عليها لأن هذا من أخطر الأنواع أنواع التشبه ترجمة نانسي قنقر